كتاب الأدب النوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضاجأه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم بإسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا إلما لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت لعليم لحكيم أستغفال الله الذي لا إله إلا هو لحيانا قيوم واتوب إليه اللهم أنفانا بما اللهم تانا وألمنا ما ينفعنا وجرنا إليما ديه تنسوية جريا باكلة ديه تنسوية اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 وعن أبي هريرة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر